طب نعمل إيه عشان نوصل لده؟ هقولي الإجراءات بسرعة وممكن نكررها مرة تانية أول حاجة احرسوا دايماً إن أنتوا يكونوا عندكم وقت خاص أيوة لأولادكم لا 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 وقت خاص لديكم إنتوا تمارسوا فيه حاجة بتحبوها عشان تجددوا حياتكم وتحسوا بإن الحياة نعمة لإن أنتوا لو حسيتوا بإن الحياة نعمة هتحسسوا أولادكم بإنهم نعمة أنا مثلاً النهاردة قررت إن أنا أسمع حاجة لطيفة بتخليني أشعر بإن أنا حر طليق عبدي لله عشان أقدر أرجع لأولادي ونحس إحنا الاتنين إن إحنا عبيد لله فلازم نعمل كده لازم إنت إذا كنت بتحب تسمع حاجة لازم تسمعها كل يوم عشان تقدر تكون متزن تاني حاجة فكروا في النعم والمهارات اللي ربنا وهابكم إياه وحاولوا تستثمروها مع أولادكم وتحاولوا تعملوا الحاجات اللي إنتوا شاطرين فيها لما تيجي تعمل الحاجة اللي إنت شاطر فيها بتهدأ ولما تعمل الحاجات اللي إنت شاطر فيها أولادك بتحلو الحياة في عينهم لأنه بيشوفوا إنسان متزن هادئ منتج حاسس بنعمة ربنا تارت حاجة اتعلموا من فترة تانية حاجة جديدة عن التربية ليه طيب الله سبحانه وتعالى قال وفوق كل ذي علم عليم وإحنا شايفين الوضع اللي إحنا فيه أولادنا محتاجين جبل من التربية أنا صعيب أكلم بالنسب لا محتاجين جبل من التربية يعني الله مدده كبير ما تسيروش الهم ولكن اتعلمه اتعلم كل يوم مسألة وعشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يومه كأمسي فهو مغبون عشان ما تبقاش محروم اتعلم كل يوم حاجة اتعلم كل يوم مسألة وانا بنصحكم اذا كنت انتو عايزين تقو قلوبكم وتعيشوا بجد مش تعيشوا بهزار لان انه بعيش خايف من نفسه ده بيعيش بهزار عايز تعيش عليك بذكرين لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أول ما تحس ان نفسك بتقولك انت مقصر وان انت معملتش حاجة اول لا إله إلا الله هو الذي يغنيني أنا وأولادي وينظر إلى عملي فيصلح اول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لأنه هو الذي يغنيني هو الذي يكفيني هو الذي يرعاني هو الذي يمينه قبل يميني اللهم إننا نسألك وانت الكريم وانت الودود ان تطمئنا قلوبنا وان تجعلنا محل مددك حتى نسعى إلى عيالك الفقراء إلى أولادنا وأحبابنا بنورك ومددك يا كريم يا ودود يا رب العالم اشتركوا في القناة